اختار البرتغاليون نهجا سياسيا جديدا خلال الانتخابة التشريعية التي جرت الأحد الماضية لتحليل نتائج تلك الانتخابات ننتصر بالمدير المساعد لصحفة ديارو دينوشيتاس نونو سريفو في لشبونة عبرت البرتغال عن رفض واضح لحكومة سيد سوكراتس الاشتراكية فما هي الرسالة التي ستوجهها نتائج الانتخابات للشركاء الأوروبيين وخاصة إلى أولئك الذين أبدوا معارضة صريحة لدعم البرتغال اقتصاديا الرسالة هي أن البرتغال بات لديها الشروط السياسية الموضوعية للاستقرار مما يخولها الوفاء بالتزاماتها هناك أيضا رسالة داخلية مفادها أن البرتغاليين رفضوا تماما رئيس الوزراء جوزي سوكراتس نعلم جميع أن المذكرة المبرمة مع الفواضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وقعت عليها الأحزاب الكبرى الثلاثة وهي الحزب الاشتراكي والحزبان الذان سيستلمان الآن مقاليد الحكم رحيل جوزي سوكراتس سيهيئ شروط حوار كانت مفقودة بين الأحزاب الثلاثة وبالتالي سيتم داخليا دعم كل الالتزامات الخارجية للبلاد هذا التغيير السياسي هل سيبعث الثقة في الخارج أم أن الأئتلاف الحكمي قد يضعف الثقة في قدرات البلاد على رفع التحديات الاقتصادية على العكس المغاشرات الأولى إيجابية فالأسواق استجابت بارتياح لنتيجة الانتخابات التي أسفرت عن فوز واضح لوسط اليمين فوائد الدين السيادية البرتغالية خفضت وهذا أول رد فعل إيجابي إضافة إلى ذلك أشركاء الأوروبيون لديهم الآن موعتن سياسيون موضوعيون وهناك الآن كل سرطة الاستقرار اللازمة لتحقيق التزامات لبرتغالي خلال السنوات الأربع المقبلة قدم زعماء وحزبين الاتلاف وعود لناخبهم فهل سيكون لهذه الحكومة هامش للمناورة السياسية أم أنها مكبلة تماما بالتسويت التي تربطها مع الدائنين الدوليين للبرتغال أعتقد أن الحكومة مكبلة تماما بالمذكرة المواقعة مع صندوق النقد الدولي وبروكسل والبنك المركزي الأوروبي وبالتالي فإن كل ما قيل خلال الحملة الانتخابية سيبقى مجرد كلام حملات ذلك أن بيدرو باسوسكويل وحليفه سيجدان نفسيهما حال استلام الحكم مرتبطين بالكامل بالاتفاقات المواقعة مع الحزب الاشتراكي فالمذكرة إذن هي البرنامج الحكومي الحقيقي بيدرو باسوسكويل وعد بتشكيل حكومة مصغرة تماشيا مع سياسة التقاشف المفروضة على البلاد كيف ستكون الحكومة الجديدة بيدرو باسوسكويل لديه فرصة تشكيل حكومة تضم عددا قليلا من الوزراء لا سيما بالاستغناء على الوزراء المساعدين لأن ذلك سيكون صعبا في إطار المفاوضات بين الهزبين بشأن تقليس عدد الوزراء بشكل كبير بيبارتداريا para a constituição de um governo será difícil reduzir drasticamente o número de ministros نونوزرايف شكرا جزيلا ناعة